أسعار الخضار في مصر اليوم السبت سبعة تسعة الفين اربعة وعشرين هقول للحضراتكم قايمة بأسعار الخضروات والفكهة النهاردة لكن هذه الأسعار بتختلف من منطقة للتانية جاءت أسعار بعض الخضروات كما سأذكرها لحضراتكم سجل سعر كيلو الطماطم حوالي من عشرين لخمسة وعشرين جنيه كيلو البطاطس سجل خمسة وعشرين جنيه كيلو البصل سجل من تمانية تصل لخمستاشر جنيه سجل سعر كيلو اللمون البندي حوالي من عشر لخمستاشر جنيه وسجل سعر كيلو الفلفل الرومي من خمستاشر لسبعتاشر جنيه وكيلو الفلفل الألوان من تلاتين لخمسة وثلاتين جنيه سعر كيلو ورق العنب حوالي خمسين جنيه وسجل سعر كيلو الخيار حوالي من عشرين لخمسة وعشرين جنيه ربطة الملوخية في حدود 10 جنيه وكيلو كوسة من 20 ل 25 جنيه سعر البامية من 45 ل 55 جنيه وكيلو البدنجان بأنواعه من 10 ل 15 جنيه بالنسبة لأسعار الفكهة بالأسواق سجل سعر كيلو المنجة حوالي من 30 وقتصل ل 50 جنيه على حسب النوع سعر البلح الأحمر في حدود 25 جنيه العنب بأنواعه من 25 ل 35 جنيه سعر الجوافة في حدود 25 جنيه سعر التين في حدود 40 جنيه والبرقوق الأحمر ب30 والأصفر ب40 البطيخة بتبدأ من 50 ل 100 جنيه حسب النوع والوزن الموز ب25 جنيه والكانتالوب ب25 جنيه أيضا والبرتقال في حدود 12 جنيه لكيلو